اهلا بكم الى موجز اخبار الان تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديبوقراطية والقوات الخاصة الامريكية من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة اخرى على محاور في محيط حي نزلة الشهادة والمدينة القديمة في المدينة وترافقت الاشتباكات مع قصف من طائرات التحالف الدولي على محاور القتال ومناطق سيطرة تنظيم داعش في المدينة ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية جراء القصف فرض تنظيم داعش الارهابي حضرا للتجوال في مركز قضاء تلعفر غرب الموصل وقام بنشر مفارزه المسلحة في التقاطعات والساحات العامة وفي اخر التطورات الميدانية شن الطائرات العراقية من طراز اف 16 عدة ضربات جوية تمكنت خلالها من تدمير مواقع تجمع تابعة لتنظيم داعش في القضاء في اليمن حقق الجيش تقدما كبيرا في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز وذكرت وكالة الانباء اليمنية ان الجيش سيطر على اجزاء واسعة في محيط منطقة مدارات قرب مصنع السمن والصابون ونسبت الوكالة الى مصدر عسكري قوله ان خمسة من عناصر الميليشيات الانقلابية قتلوا فاصب اخرون وتم اسر ثمانية منهم افادت وكالة الانباء الاماراتية نقلا عن بيان للقوات المسلحة باستشهاد اربعة جنود اماراتيين في محافظة شبوى باليمن خلال مهمة اعتيادية تعرضت طائراتهم المروحية لخلل فني وهبوطها اضطراريا وارتطامها بالارض وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية قد اعلن في وقت سابق ان مروحية تابعة للتحالف اضطرت الى الهبوط الطراريا في اليمن قالت المستشارة الالمانية انجلا ميركل ان الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا تمثل تحديا كبيرا جدا لاوروبا وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين شددت ميركل على ضرورة تقديم المساعدات الى ليبيا وتدريب قوات خفر السواحل الليبي كما اقترحت المستشارة الالمانية توقيع اتفاقية مع ليبيا من اجل ايواء المهاجرين في ظروف انسانية افضل اثبتت دراسة حديثة ان احتضان القطط قد يؤدي الى اصابة صاحب هذا الحيوان الاليف بعدوى تهدد حياته والذي يسبب حمى شديدة وظهور بثور ومضاعفات قد تكون خطيرة في بعض الحالات وقد يؤدي الى الموت واجرى مركز مكافحة الامراض والوقاية منها في الولايات المتحدة دراسة كشفت ان القطط الصغيرة والمشردة بشكل خاص تحمل البكتيريا المنقولة عن طريق البراغيث التي تسبب المرض نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة